الديمقراطية الديمقراطية لا سواها يهتف محتجون إسرائيليون في شوارع مدينة تل أبيب احتجاجاً على مشروع قانون التعديل القضائي تظاهرات الأسبوع العاشر على التوالي شارك فيها نحو مئة ألف شخص تجمعوا وسط تل أبيب بحسب تقديرات وسائل الإعلام نظمت تظاهرات أخرى شارك فيها عشرات الآلاف في مدن رئيسية أبرزها حيفا وبئر السبع أنا هنا للتظاهر ضد الدكتادورية تحت اسم ما يسمى بقانون التعديل القضائي أريد أن تبقى إسرائيل دموقراطية ويجب أن تبقى كذلك لم تشهد هذه التظاهرات أي صدامات مع القوى الأمنية قالت الشرطة إنها اعتقلت ثلاثة متظاهرين فقط حاولوا عرقلة حركة المرور في تل أبيب أنا هنا للاحتجاج على مشروع قانون التعديل القضائي وللاحتجاج على رئيس وزرائنا لا نريد الدكتادورية نريد عودة الديموقراطية تعتزم الحكومة هذا الأسبوع تسريع العملية التشريعية للمشروع الذي يعتبره رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو هاما للتوازن بين السلطات الثلاثة رئيس لجنة القوانين في الكنيست حدد جلسات يومية من الأحد إلى الأربعاء رغم دعوات المعارضة إلى إبطاء النظر فيه للسماح بمفاوضات تسوية زعيم المعارضة إير لبيد اعتبر أن المضي في إجراءة المشروع يتجاهل مطالب رئيس الدولة ويهدد وحدة الشعب الإسرائيلي